السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال هذا النهار نقدم لكم مرقب اللحم والبطاطس واللو بيخضر واللو بيشعر خليكم معي أصدقائي باش نشفوا المقادير وايضا مباشرة طريقة التحضير bonjour et bienvenue دو ماشيني ووت روشين جسبر كوزاني بيان aujourdهي جو بارتاج أمز اعمار radio دو ملتما كوز سحب بالملك أصدقائي 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 الدم ايقع السل 60 تقص و 60 تقص و 0.5 تقص وع Pvره 30 تقص و 1 تقص و 1 تقص و 1 تقص و 1 تقص و 100 تقص وعيني و ون الأبقاء تعليميل ونبدأ أحضرع لوحفية ونغاء لوحفية لا يمكنئ دعوية لا جانيلة ونغاء لوحفية ونبدأ after أجود لسجم جدا لدي أعضر أحضر مしょう يمكن أن تستخدم وممكن أن تستخدم ومتحليم إن كنت تريد سألون هذه الجارة يجب عليها هذه الأطباء منيجة والمريضة في السماء ويجب عليها أنت في السماء على فتح في الوضع 10 مرة ثم سألون الوضع في الوضع 5 مرة يجب عليها على فتح في الوضع 5 مرة على دراية الماضي اول جاء ستدقائينا ناخد طنجرة لوضع فيها الملح الملح على حسب الضوء والرغبة ملعقة الصغيرة ديال الملح ننقص إلى حبيت ملعقة الصغيرة بتحميره و الفلفل الأحمر الحلو كنشف ملعقة الصغيرة لكن مش عامرة ديال سكنجبير او الزنجبيل نصف ملعقة صغيرة ديال البزار او الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة ديال القرفة نضيف حوالي ملعقتين ديال زيت الزيتون وملعقتين ديال زيت المائدة وتضيفه أكتر إلا حبيته وتضيفه غير زيت الزيتون أو زيت المائدة على حسب الرغبة أصدقائي نخلط جيدا هذا التوابل هادو من بعد نوضع قطعتين ديال اللحم بالنسبة للحم تستعمل الكمية اللي حبيتها وتستعمل أي قطعة وجودة عندكم في التلاجة أصدقائي ندهن القطعة ديال اللحم بهالتسبيلة هادي ونتركها ترتاح حوالي من 10 حتى 15 دقيقة أو 5 دقائق إلا نكاش عندكم شوية وقت نوضحها على النار أصدقائي تتقل من كل تلجهتين من 15 حتى 10 دقائق بالنسبة للرقم أصدقائي ديال النار هو الرقم 5 تقدر تنقصه حتى الأربعة بعد أصدقائي ما نترك اللحم يتقل من 5 حتى 10 دقائق من كلا الجهتين غادي نحتاج بصلة اللي قطعتها إلى قطعة صغيرة نوضحها لللحم وأيضا نضيف واحد الفص ديال التوم بالنسبة للفص ديال التوم اختياري أصدقائي نوضح فص ديال التوم ونتركها تقل أيضا من 5 حتى 10 دقائق أصدقائي مع اللحم من بعد ما يتقل جيدا لحم والبصلة أصدقائي غادي نضيف الماء بالنسبة للماء توضعوا الماء اللي كافي لطهي اللحم بعد نصف طيبة ديال اللحم غادي نوضع اللوبيا خضراء أو اللوبيا شعراء توضعوا الكمية اللي حبيتوها بالنسبة اللوبيا شعراء أصدقائي رها مجمدة يعني مش طرية تركوها الطيب من 10 حتى ال 15 دقيقة بعد نضيف عليها البطاطس بالنسبة للبطاطس ما تاخدش كتير وقت تركوها أيضا من 10 حتى ال 15 دقيقة بعد في الأخير من نوضع البطاطس أصدقائي نوضع شوية ملح على البطاطس ها فقط اختياري خسكم تدقوا في الأول المرق إن كان مالح إن كان خاصة واحد شوية نوضع شوية ملح على البطاطس ونوضع أيضا واحد شوية ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر ونوضع واحد شوية ديال المعدنوس اللي بقطع إلى قطع صغيرة جدا ونتركها طيب أو تكمل طهيء ديالها بالنسبة للخضر أصدقائي تستعملوا الخضر الموجودة عندكم في التلاجة تقدرو في مكان اللوبيا شعراء أو اللوبيا خضراء والبطاطس توضعوا الجزر والبطاطس أو البازيلة بالنسبة للخضر تستعملوا الخضر الموجودة عندكم في التلاجة ونترك الكل ينطيب أو ينطيب لمدة 15 دقيقة أخرى أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا بحضر الأصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا الخضر أصدقائي تستعملوا اشتركوا في قناتي والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله